اشتركوا في القناة ان تكون افضل من سابقتها ان شاء الله التي يعني تودعنا بعد ايام قليلة الحقيقة محمد النهاردة فيه وجبة ثقافية مهمة للسادة المشاهدين بالفعل اعتقد ان هيبقى فيها ثقافة وفن ومتعة لانه فقرتنا الاولى مثلا بنستضيف فيها يعني واحدة من اهم الشعرات الغنائيات او الشعر الغنائي واحدة من اكثر من يعني تغنى البسطاء باغنيها نعم وشاركت في العديد من المسلسلات والافلام السينمائية وكلبات المطربين كبار المطربين وكبار الملحنين تغنوا بقصائدها الحقيقة هتكون ضيفة مهمة ضيفة نعم بنتحدث عن الصورة هربت من البرواز ومركب ورق ونص ميت ونص حي بنتكلم عن علي صوتك بالغنى صحيح وسو يسو ومدد يا رسول الله أيها صلاة وعلق حلمه على الشمعة بنتكلم عن الشعر الكبيرة كوثر مصطفى ونسعد بوجودها معنا ده أول لقاءتنا إن شاء الله في حدوتها واللقاء معك إن شاء الله طريق أيضا مشاهدين الكرام في لقاءنا الثاني وهذا الاختيار المهم في الحقيقة ذكرى ميلاد سمراء النيل الفنانة القديرة الرحلة مديحة يسري ورحلة عطاء فنية امتدت لأكثر من ستين عام الحقيقة ربما تكون هناك أسرار الأول مرة بنوذيعها من خلال هذا اللقاء رحلة ومشوار كبير ومهم في الحقيقة ستة وتسعين عام كان عمر الفنانة يعني الرحلة القديرة سمراء النيل مديحة يسري اللي ولدت في 3 ديسمبر عام 1921 بمحافظة القاهرة اسمها الحقيقي يعني هناك أقوال يعني هناك من يقول إنها هنومة حبيب خليل وهناك رأي آخر على أي حال تفاصيل أكثر إن شاء الله من خلال لقاءنا في يعني حدوتها مصرية مع ضدنا دكتورة فنانة جميلة أو مديحة يسري ده حكاية كثيرة جزء من تاريخ السينما المصرية يعني جزء مهم دخل إن عباس العقاد يكتب عنها الرواية المهمة بتاعته جميل نعم دكتورة ثناء هاشم أستاذة السيناريو بمعد علي السينما إن شاء الله ضيفتنا في هذا اللقاء مشاهدينا لك صحيح طبعا الأثار المصرية صروتنا الحقيقية ومصر يعني اللي بتملك تلتين أثار العالم أثار متنوعة مش بس يعني لحضارة واحدة لا تقريبا كل الحضارات الإنسانية كانت هنا مهد الحضارات فعلا مصر يعني أثار مصرية قديمة لأن إنت لما بتروح أي بلد تانية بتلاقيهم بيتلككوا عشان يحطوا أثر يقولك مش عارف أصله من مئة سنة بفتعة فخار كان معدي من هنا أصل مش عارف بتاعها مكسورة كده يقولك ويعملها برواد وعملها لك قصة لا ده إحنا عندنا أثار حقيقية عندنا برديات عندنا حضارة فرعونية عندنا حضارة عندنا مدن مفتوحة تاريخ بقى ممتد من التاريخ اليوناني والروماني عندنا حضارة إسلامية عندنا حضارة قبطية يعني إحنا عندنا تنوع غير عادي إحنا بنتكلم بقى في فكرة الحفاظ على هذه الأثار والترميم أعمال الترميم وأنواعه المختلفة وكيف نحفظ هذه الأثار من التآكل تخيل أن في فترة زمنية كان فيه ترميم بيعمل يعني يقوموا بأداءه بشكل خطأ وده أضر كتير جدا فترة زمنية طويلة بالأثار لحد ما تنبهوا أو انتبهوا لذلك وفكرة أن المواد التي تستخدم في الترميم ليس أي مواد لأنه ممكن تبقى ضرة ليس مفيدة وأيضا الأشخاص نفسهم إحنا هيكون من ضفتنا الدكتورة أماني محمد كامل وهي أستاذة ومتخصصة في هذا المجال وأستاذة في جامعة الفيون لقاءنا الرابع والأخير مشاهدينا في حدودة مصرية لهذه الليلة حول افتتاح المؤتمر الثاني للبعثات الإيطالية الأثرية العاملة في مصر وشمال أفريقيا والشرق الأوسط حياة أهمية هذه البعثات وربما نسميها مع حضراتكم في هذا اللقاء مع ضفنا الدكتور هشام الليثي مدير عام مركز تسجيل الأثار ومدير إدارة البعثات الأجنبية الأثرية بعد هذا الاختيار مشاهدينا نبدأ مع حضراتكم والشعراء الكبيرة كوثر مصطفى مع طارق عبد الفتاح في حدودة مصرية